السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلوهول أشهر أماكن الغوص في البحر الأساطير والروايات الغامضة أبرزهما مقبرة الغواصين والثقب الأزرق الذي أنهى حياة الكثير من الغواصين المحترفين حول العالم ولكن قبل البدء فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة ودعمنا بأعجاب يقع بلوهول في مدينة دهب في مصر التي سجلت ضمن الأماكن السياحية الأكثر أمانا خلال انتشار فيروس كورونا في الماضي كان هذا المكان يتم تجنبه من قبائل البدو الذين يعيشون هناك بسبب الأسطورة التي عرفت بينهم بوجود لعنة من شبح لفتاة انتحرت بسبب رفضها للزواج رغما عنها وأوضح مدرس الغواص المصري أن غطاصين محترفين من كل أنحاء العالم أعلنوا التحدي وحاولوا الغواص في تلك المنطقة واستكشافها ومعرفة أسرارها لكن العديد منهم لقي حتفه حيث توفي أكثر من 200 غطاص غير ملتزم بقواعد الغواص فيها وأشار الغواصين إلى أنهم يمارسون الغواص الترفيهية حتى عمق 40 متر فقط لكن بعض الغواصين يعتقدون بأن الـ 12 متر المتبقين ليست مشكلة على الإطلاق ويوجد أمام الشاطئ نصب تذكاري مدون به أسماء غالبية الضحايا الذين فقدوا حياتهم في هذه البقعة الخطيرة ويبلغ عمقها حوالي 130 متر مع وجود فتحة ضحلة بعرض حوالي 6 أمتار والمعروفة باسم السرج وفتحة للخروج إلى البحر و26 متر نفق طويل والمعروفة باسم قوس وبعمق 56 مترا المنطقة المحيطة بالثقب بها وفرة من المرجان وشعاب المرجانية والأسماك ويجد الغطاصون المحترفون أنفسهم منجذبين بصفة خاصة لمشهد القوس الذي يربط بين الثقب الأزرق والبحر المفتوح بل أن الموقع بأكمله يمثل عجيبة بحد ذاته فيشاهد تكوينات الضوء والحياة النباتية والحيوانية البحرية تترك في نفس الزائر ذكريات لا تنسى ويعتبر الثقب الأزرق من أمتع أنشطة الغطس الشاطئية لما تتوفر في هذه البقعة من مشاهد ساحرة حيث يلتقي الجبل مع ماء البحر ويشير الكثيرون إلى المنطقة باسم آخر وهو مقبرة الغواصين وذلك لما تحتويه من متاهات مميتة بداخلها الكهف له مظهر خادع حيث يبدو أقل عمقا مما هو عليه في الحقيقة لذلك فهو يحتاج إلى تدريب عالي ومعدات مناسبة وما يجذب الغطاسنا بشدة هو ما يطلق عليه القوس وهو الذي يربط بين الثقب الأزرق والبحر المفتوح حيث تشاهد تكوينات الضوء والحياة النباتية والحيوانية البحرية الرائعة ويعتبر الثقب الأزرق من أمتع واختر مكان للغوص في مصر وسبب هذه الحفرة هو سقوط نيزك في هذا المكان فأصبح مقبرة لأكثر من مئتان غواص محترفين من حول العالم يحاولوا استكشافها إذا عجبك الفيديو فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة لمشاهدة كل جديدا